يحفل سجل ميليشيات الحشد في العراق بانتهاكات وجرائم على خلفية طائفية ضد المدنيين ترقى إلى تطهير عرقي في المدن المستعدة من تنظيم داعش ما بين عامي 2014 و2016 بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية وحتى الأمم المتحدة وتنوعت جرائم الحشد بين التعذيب والإخفاء القسري وقتل مدنيين ومعتقلين تحت التعذيب ونهب مدن وبلدات مستعدة قبل حرق ونسف آلاف المنازل والمحل بها المفارقة الكبيرة أن هذه الميليشيات وبالرغم من جرائمها التي يندالها الجبين أنشأت في حزيران الماضي ضمن كيانها المسمى هيئة الحشد الشعبي مديرية لحقوق الإنسان صلت معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الضوء عليها بعد أن باتت تقيم نشاطات محلية ودولية في الخامس والعشرين من نيسان الماضي عقد أبو منتظر الحسيني ورشة عمل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف ونشرت هيئة الحشد بعد ذلك خبرا جاء فيه أنها عقدت ورشة عمل ركزت على دور هيئة الحشد في حماية حقوق الإنسان العامة وحقوق الأطفال والمبادئ التي تبنتها في تعزيز المفاهيم الإنسانية وفي الفترة بين العشرين والثاني والعشرين من أيار وثق المعهد استضافة هيئة الحشد ورشة عمل أخرى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أقيمت في مديرية الأمن المركزي التابعة للحشد وهي منظمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بقتل المتظاهرين والعمليات الإرهابية عن طريق مؤسسها المدرج على قائمة الولايات المتحدة للإرهاب ومنتهكي حقوق الإنسان أبو زينب اللامي بين الثاني والخامس من شهر أيلول الحالي عقد مقر هيئة الحشد ورشة عمل أخرى حول حقوق الإنسان وهذه المرة مع مسؤولين من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي أقيمت جلسات الحدث تحت صور أشخاص مصنفين من قبل الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب وهم قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وكلهما كانا معروفين كمهندسين لقتل وتعذيب واختطاف المتظاهرين العراقيين في عام 2019 وختم المعهد بأنه لا ينبغي لمسؤولي الأمم المتحدة أن يعقدوا فعاليات تستضيفها شخصيات من الميليشيات المسؤولة عن قتل متظاهرين وارتكاب فضائع أخرى لافتا إلى أن أي خطوات تتخذها ميليشيات الحشد للاعتراف بها لن تستطيع تبيض سجلها الحافل بالجرائم المروع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر